موسيقى السلام عليكم مرحبا بكم معايا في فيديو جديد و وصفة جديدة اليوم ان شاء الله سنحضروا جديد الأنواع لبيتزا اللي يأتيوا أكثر من رائعين بعجينة واحدة لخفيفة وقطنية و جديد الحشوات مختلفة اللي يأتيوا لدات بزاف اقتصاديين وطريقة التحضير ديالهم سهلة إلا جربتوا هذه الوصفة أكيد ستعجبكم و ستعتمدوها تابعوا معايا الفيديو من الأول حتى الأخر وفرجة ممتعة و سنحتاجون في مقادر العجين 400 جرام من الدقيق الأبيض 100 جرام من الدقيق الفينو أو الساميد الناعم جدا 90 ميليليتر من زيت الزيتون معلقة كبيرة من خميرة الخبز جوج معلقة كبيرة من الياغورت الطبيعي معلقة كبيرة من السكر حبيبة و معلقة صغيرة من الملح بيض بيضاء و نحتفظ بالصفار للدهن بيش ندهنوا البيتزات ديالنا و معلقة صغيرة من خميرة الحالوية و سنحتاجون كذلك الماء بيش نجمع العجين ديالنا و بسم الله على بركة الله نبدأ بالعجين ديالنا بيش هكا نخلي ولو الوقت فين يرتاح و يخمر مزيان سوف ندير هنا في لوبول ديال العجينة المقادر كلها و بالنسبة للعجينة فهي ماشي ضرورية انا هنا يغي باش نربح الوقت شوية تقدروا تديروا العجين ديالكم في القصعة بنفس الطريقة عادية تتعلكوا العجينة ديالكم زيان و مهم هنا يغي ندير العجينة ديالي باش غادي تعجن غادي نقاك نضيف الماء تدريجيا حتى غادي تجمع لي العجين و بالنسبة لكمية الماء فهي كتبقى على حسب نوعية دقيق فلهذا من الأحسن نضيف الماء شوية بشوية حتى كنتحصلوا على واحد العجينة اللي كتكون رطبة و ما تكون شجارية في نفس الوقت او لكتلصق في اليدين انا هنا يحتاجي تقريبا 250 ميلي لتر ديال الماء و بطبيعة الحال فنوعية دقيق كتختلف لهذا من الأحسن نضيف الماء تدريجيا او لغة بشوية بشوية وتعلكوا العجين ديالكم زيان حتى كنتحصلوا على واحد العجينة اللي كتكون رطبة و ما تكون ش كتلصق في اليدين كنتحصلوا على عجينة بهذا الشكل هذا غادي نضيروها في واحد الوبول او لإناء اللي دهننا بشوية ديال الزيت باش هيكا ما كتلصق ليناش ونغطيوها بالفلمالي منطق او لبهد البلاستيك الغدائي ونخليوها ترتاح حتى كتخمروا كيتضعف الحجم ديالها تقريبا 40 حتى 45 دقيقة وبالنسبة لأول حشوة غادي نحتاجوا فيها بصلة متوسطة لمقطعة رقيقة بهذا الشكل هذا وغادي نحتاجوا كذلك فلفلة خضراء وفلفلة حمراء وفلفلة صفراء لمقطعين مربعات صغار شامبينيون او للفطر انا هنا استعملت الفطر المعلب غادي نحتاجوا كذلك علبة من الطون ثلاثة ديال مطيشات كبار للمحكوكي انا هنا ما توفرتش عندي فاستعملت هاد النوع هذا والكمية اللي احتاجت وهي ميتين جرام كان ناخده هنا يا مقلة اللي كنديرو فيها شوية ديال تزيد يمكن لكم تستعملوا مازيج ما بين زيت الزيتون وزيت المائدة او لا تكتافوا غير بنوع واحد غادي نوضع البصلة ديالنا هنا باش غادي تشحر واحد شوية باش تنزلينا تقريبا واحد ثلاثة ديال دقايق من بعد ما شحرنا البصلة شوية غادي نضيفوا عليها الفلافل ونحركوهم مزيان مع بعض ونخليوهم يزيدوا يطيبوا واحد شوية تقريبا واحد خمسة ديال دقايق غادي نغطيوه على المقلة ديالنا وبطبيعة الحال ما ننساوهاش مره 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 نقاوكا نحركوها وهنا يا غيكة تبدال الفلا ديالنا كالطيب غادي نضيفوا لها التوابل بالنسبة للتوابل ما غادي نحتاجوشي توابل غادي نضيروا شوية ديال الملح والملح كيبقى على حسب الضوق نسمع القادل البزار او للفلفل الاسود وشوية ديال السعتر اللي غادي نحكوه هكا شوية ما بين يدينا وصافي غادي نخلطوها لعناصر كلها ونخليو الفلا ديالنا تكطيبن زيان من بعد ما كطبنا الفلفلا والبصلة بهذا الشكل غادي نضيفوا هنا الشومبينيو او للفطر المعلب بالنسبة اللي استعملتوا الفطر اللي يكون طازج او لطري فاكتضيفوه مع الفلفلا باش هكا كياخد حقوف الطياب من بعد ما ضفت الشومبينيو خلي تويزيد واحد دقيقة قريبا انتعى الطياب مع الفلفلا باش هكا كياخد النسمة ديالها وكيتشرب التوابل بالاخير غادي نضيفوا الطون ونحركوا هذا العناصر كلها مع بعض نحركوهم زيان في مباشرة غادي نضيفوا على النار وغادي نخليو الحشوة ديالنا حتى تكتبر تماما وبالنسبة للحشوة الثانية غادي نحتاجوا فيها 250 جرام الكفتاء او للحم المفروم شوية ديال القصبر او للمعدنوس اللي متوفر بصلة صغيرة محكوكة بهذا الشكل هذا وكمية من الفطر المعلب ما يعادل ثلاثة المعالق الكبار كناخدوا هنا مقلاة فوق النار اللي غادي نضيروا فيها شوية ديال زيت زيتون يمكن لكم تستعملوا زيت المائدة غادي نضيفوا عليها البصلة ونخليوها تشحر واحد شوية حتى تنزلينا مزيان من بعد تنضيفوا الكفتاء وكنزيدوا لها التوابيل هنا في الاول غادي نضيفوا نصف مع القدياة اليبزار او للفلفل الاسود ونصف مع القدياة الكامون وما ننسوش نضيفوا الملح انا هنا ينسيت وضفته حتى الاخر ومن بعد غادي نخلطوا هات العناصر كلها مزيان نخلطوا الكفتاء ديالنا بهذا الشكل هذا وفي نفس الوقت نفرقوها بش ما تبقى ناش قطع لي هي كبيرة من بعد نضيفوا نصف مع القدياة الخرقوم ونصف مع القدياة التحمير سنضيفوا كذلك الفطر والمعدنوس او للقصبر نخلطوا هات العناصر كلها مزيان ونخللوا الكفتاء ديالنا تكتب لمدة خمسة ديالتقايق تقريبا من بعد ندوزوا بش نحضروا هنا سلسة البيتزا ناخد مطيشة اللي محكوكا او لسلسة طماطم الجاهزة نضيف لها جوج مع القدياة كبار من زيت زيتون ونحرقوها مزيان من بعد نضيف لها الملح على حسب الضوء ونصف مع القدياة صغيرة من البزار او لملفلفل اسود ومع القدياة صغيرة من السكر حبيبات انا هنا ينسيت ما صورته وشوية ديال الزعتر اللي غادي نحكوه ما بين يدينا بهالطريقة هادي ونخلطو الكل جيدا ونخلوها تغليم جيدا حتى تشرب قاعد المالي فيها وكتولي خاطرة حتى تبقى وقفها كاف زويتا ديالها وهنايا تكون صلسة ديال البيتزا ديالنا ونطفو عليها النار ونخلوها حتى تبرت تماما وغادي ندوزوا باش نشكلوا العجين ديالنا هنايا من بعد ما اختمر لنا العجين زيان كنحاولوها كنخرجوا من ذاك الهواء اللي فيه نشكلو العجين ديالنا بهالطريقة من بعد غادي نقسموه القطع اللي هي صغيرة ومتساوية من الاحسن تستعملو الميزان باش هكي يكونوا قاع القطع ديالكم عندهم نفس الوازن من بعد ما شكلناها من كوايرات صغر غادي ناخدو نصف الكمية ونوضعها مباشرة فوق صفيحة الفورت وبالنسبة الكمية الثانية فانا غادي نوريكم كيفاش غادي نشكلوها من بعد كنغطوها بالكيمية بالبلاستيك الغذائي باش هكما كتنشفليناش في الوقت اللي غادي نحضروا فيه الشكل الاول تالبيتزا كناخدو هنا ايا كاس اللي كنغطوه في شوية ديال دقيق وغادي نجو مباشرا نضغطو على القوايرات ديال العجين ديالنا كنحاولو اننا نوسعو باش نضيرو حفرة في الواسط من الاحسن تستعملو شيكاس اللي يكون عريض شوية باش هكاك تضيرو حفرة اللي كتكون شوية كبيرة وكنستمرو بنفس الطريقة حتى نشكلو بيتزا ديالنا كلهم بهذا الشكل هذا من بعد كناخدو صفار البيض اللي احتفطنا بيه من الاول غادي نضيفو معلقة كبيرة ديال الحليب غادي نخلطوه مزيان وغادي نجيو هكا نضهن الجوانب ديال هاد البيتزات نضهنوهم بالطريقة هادي مزيان نضهنو غير الجوانب نحاولو اننا ننقيسوش في الوسط ومن بعد كنزينو هاد الجوانب بالقليل مبودر الخاشخاش او لاب السمسم يعني اللي متوفر ويمكن لكم تخليهم هكا يعني بلما تزينوهم تهو الشكل ديالهم كيجيزوين ومباشرا غادي ناخدو الصلصة ديالنا وغادي نوضعوا واحد الكيمية هكا في الواسط بالمسبة لهاد الكيمية اللي وجدنا ديال الصلصة فهي غادي تكفينا باش ننقدو او لاباش نحضروا هاد الجوانب ديال البيتزا كنستمرو بنفس الشكل ونحاولو اننا ما ننوضعش كيمية اللي هي كتير من الصلصة لاننا ما زالين غادي نضيفو الحشو من بعد غادي ناخدو الحشوة الاولى غادي ننوضعو تقريبا معلقة كبيرة في الواسط ديال هاد البيتزات نحاولو اننا ننقدوهم او لنوضعو فيهم الحشوة بالتساوي باش هكالشكل ديالهم كيجيزوين نستمرو بنفس الطريقة حتى نعمروا البيتزا ديالنا كلهم وكا اضافة اختيارية فقط انا هنا يضفت قطع من الزيتون بهذا الشكل هذا بطبيعة الحالي ممكن لكم تستغنو عليه من بعد كنخليو هاد البيتزا يرتاحوا او لا يزيدوا يخمروا لمدة 10 دقائق قبل ما ندخلوهم الفرن قبل ما ندخلو لبيتزا ديالنا الفرن اللي اسبق لنا وصخنا على ميتين درجة حتى يطيبونا مزيان وكيتحصلوا على اللون الذهابي وهنا ينجزوا باش نحضروا الشكل الثاني من البيتزا اللي كيجيو على شكل قوارب ناخدو قطعة من العجين اللي كنرشوها بشوية ديالتقيق من بعد كنطلقوها بهذا الشكل هذا كنحاولو نعطيوها شكل بيضاوي نحاولو اننا نطلقوها رقيقة بهذا الشكل هذا من بعد كنوضعها مباشرة فقسينية الفرن ناخدو سلسط طماطم اللي حضرنا كنوضعوها هكا في الوسط كنحاولو اننا ننقيسوش الجوانيب او لما ننخرجوشها الجوانيب من بعد كنطيفو الكفتة ديالنا او اللحم المفروم وبالنسبة لهذه الحشوة فهي كتبقى اقتراح فقط يمكن لكم تستعملوا اي حشوة بغيتو نوضعو هنا كيميالة بأس بها من الكفتة او لجو جمعها الكفتة ومن بعد كنطيفو كنشكلو البيتزا ديالنا جمعوا الاطراف بهذا الشكل هذا ونحاولو اننا نضغطو على هات الجوانيب باش هكا بني كنطلوهم الفرن ما كيتحلوليناش حاولو اننا نعطوهم هات الشكل هذا ديال القارب بالنسبة لهذه البيتزات هادو ضروري ما نشكلوهم فقسينية الفرن لاننا نشكلناهم فقسة طح العمل فمننا غادي نبغون نهزوهم اكيد غادي نضيعو لهم الشكل ديالهم ونزينو الجوانب بالقليل من السمسيم او الزنجلان ونجدوهم يختمرون مرة اخرى لمدة عشر ديال الدقائر من بعد كنطيفو من الفرن حتى يطيبو كي تحصلوا على اللون التهابي وبنسبة لشكل اول البيتزا من بعد كنطيفو الفرن مباشرة نزينوهم بالقليل من الجبن المبشور او بالفرماج بهذا الشكل هذا ضروري اننا نزينوهم بالجبن وهم مازالين سخان باشاك يقدر يدوب عليهم ذاك الجبن وفي الاخير نزينوهم بالزيت الاسود بهذا الشكل هذا وهذا هو الشكل النهائي ديالبيتزا ديالنا يجيو اكثر من رائعين يجيو خفاف بزاف والداد صراحة كيستحقوا الجريبة وهذا الشكل الثاني ديالي ببيتزا من بعد ما خرجناهم الفرن يجيو خفافين والشكل ديالهم مزوين بزاف نضيف لهم هنا الجبن المبشور او الفرماج محكوك وضروري انهم يكونوا مازالين سخان او لا دافين شوية باشاك يدوب عليهم تقدروا تزينوهم في الاخير بوريقة من المعدنوس بهذا الشكل هذا او القطعة من الحامض كانت مننا ان اقتراحات اليومي نالوا اعجابكم ولعجبكم هذا الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة ادعموني بلايك وكمنتير وتبرتجوا الفيديو مع الناس اللي كتبغيوا و الى فيديو مقبل ان شاء الله